السلام عليكم البنات ان شاء الله تكونوا كامل بخير نرحب بكم في قناة هانا كوين ديكوغاسيون كما شفتوا مقبل في روتين باللي كوت نحضر في هاد لي بوات ولا هاد لي بانيا قاتو السبا تاقطيع الشرط ان شاء الله ربي يكمل المونتها وربي هنيها ان شاء الله هاد لي بانيا لي راهم تندانس لي راهم دو كمعظم اللي عندهم سباي بيحبوا يديروا هاد لي بانيا ولا مام دي كافخ يقول لك خرم لي بوات هاكدا اما يقعدوا سوفنيغ للضياف اللي زن فيتي يعني يدوهم ويخلوهم في الدار كما شفتوا شاركت معاكم ديجا من قبل طريقة صنحت هاد لي بانيا خدمت معاكم واحد في المدور واحد في الكاغي دونك لي راي يحبه تشوف كامل ديتاي ولا لي راي يحبه تدير هاد لي بانيا كمشروع معليها غير تشوف الفيديو ان شاء الله ويعجبها وتعرف الطريقة يعني وتسييها ان شاء الله اتجربها دونك ما راكم تشوفو هنا يا بعد ما اغلفت اللي بانيا دياولي انا نخدمهم بالكاغتان كاي يحبوا يستعمل طاصة يعني باسينة صغيرة برك كاي اللي حبوا يستعملوهم بالPVC كل واحد والطريقة ديالو انا نخدمهم بالكاغتان نوتييزي لديو ماندلتا لكاغتان لغرو غري والاخر هادك ليتل ولكاغتان هادك غاز دونك ما تشوفو هنا يا دي تقطع هاد الدوائر باش نديرهم من تحته في الباز ونديرهم تاني من الداخل يعني هاد اللي باني جو فيني ما يجوش فيهم لساتن هاد كاي اللي حبوا بساتن كاي اللي حب ما يحبوش لساتن انا انا نحبش فيهم لساتن بسك حادث حلوة دو بخيران سيكونو فيني ابخي ديري دخلهم انتول ولا ديري سيلوفان ولا باش مايتوسخش يعني يقعد محضي دونك كما شفتو هاد الدوائر كامل تكونو قصتوهم من قبل قصتو كامل اللي بواستة وحكم يعني مادام ديتو معلو والقيس كامل كيف كيف وما ملوتو اختحهم كيف كيف دونك اطح لكم نفس الدائرة نفس المقاس تا الدائرة عاود تغلفتهم تاني بالبونش كي ما شفتو شاركتكم في الفيديو السابق وهنا يا راني انفيني في لاباس ديالهم بيان سيغل نحولهم كامل هادوك الزوائد اللي يكونو تعلق ماش وانا كي ما راكم تشوفو نحو كامل هادوك الزوائد باش دينا لابوات تاعنا شابة ما تجيش يعني جيها طالعة ولا جيها حابطة وانا هنا يا كي ما راكم تشوفو نانك لقماش شوفو لبنات احنا سيفغين قولو بليلقماش ما تديروش بزيادة ما تخسروش ميتاني ما تشحوش في لقماش دونك ماشي لابوات تاعك تخلوها هاكاك اللي يبان لك اختوار من تحتا ولا يعني ما تكونش بيان فياني داكور دونك انتو ما لقماش يجبت مغلف كامل كاين دي بوات يتلقيها هادوك لقماش ملحن توصلو يعني ابان توصلو ابان برك تقول لك انا باش الميتانات تخرجلي شعال من الباطا هادي هي دونك شوفو هنا يجبت كوردان ديالي في الضوغي دوغي بالباج باش ندكوري هاد لباني ديالي جبت شويشة هاني في الضوغي وهاد لباني اللي كانوا عندي دميعات ووحد اخرين من دورين نجرب ونشوف شكون هي اللي تليق مع الباني ديالي قبل ما تدكوري وبيانسور نقولها لكم دايما انيات جربو جربو ابخي ديكوري ما ترحوش مباشرة تلسقو ديكور ديالكم بسك دي فوا تفوتي تلسقي ابخي تلغي بالي حاجة وحد اخرى هي اللي تخرج جمعه دانك فاله هنا بعد ما لسقت من الداخل ومن البر بانسور تلسقوه ممليح تحبو تزيدو هادك لكوردان من الداخل تحبو ما تزيدوش انا كوم هنالكليانت رهي حتحط لوانتو للداخل دانك سيبارا بين زيد لها هادك لكوردان الداخل دانك اللي تاني على بل دوك يدوروا الاسئلة في راسكم واللي راهم جد معايا في القناة تقول لك دانك انا ما نحسبش بالعلبة علاش بسكو لكوردان هادك يخدم لك الباز برك والهادك الكوردان اللي دور لاخر هو اللي يخدم لك لطور دانك كي نقولو لكوردان تخدمي تخوا باز يعني تخدمي الوسطانية والتحتانية واللي فوقها ابان تخرج لك واحد سبعة ولا ثمانية البوات هدا ما كان تخرج لكش يعني هنا بعد ما جربت كي ما شفتوك وتنسي ونجرب نشوف كيفاش يخش لي الشبح ديالي لكلينت حبتهم حاجة سامبل وماشي غالية بزاف نونك خدمت لها على حساب هي وش حبت ودرت لها اون فاور بسك هي حبت جسس بوات لقطاع الشرط برك ماشي كونتيتي كبيرة وكي ما قلتها لكم من قبل كهذه البوات الى ما ختمتوش من 50 بيس للفوق ما كومش حتخرجو فيهم ما رحش يكون فيهم ربح مليح سوفتوك يتحسبوهم يعني بخي ناقص ماشي غالين هادي هي درت لها اون فاور هاد لها كليانت ان شاء الله ربي هنيها الاساسيال كعجبوها بصحتها ان شاء الله كي ما راكم تشوفو خرجو بزاف شابين سوفتو في البوغدو بالضغي خرجو حاجة روعة يعني كام اللي كولو يخرجو شابين في هاد البوات وحنا ايا الفطور ماما حضرتنا التريدة نونك كل واحد وشي يقولها هاد التريدة احنا نقولها تريدة هاد كالي يقولها تخشوخة كل واحد وشي يسميها كل منطقة والعادة والتقاليد ديالها يعني جات بنينا ما شاء الله هاد تريدة شهرتها بالكيلو ما فينش جلو بتاع الباكي مي مجيش فغيمون زكيا مي هاد دي هاد المرا شهرتها بالكيلو يعني بالميزن جات الله يبارك ما شاء الله مع هاد الحبيبات تتاع البيض مع البينا وان شاء الله بيهننا هادي هي ان شاء الله شهيتكم في الجنة وفي الليل كان جيتنا ضيفة ضيفة حفزة في البغرير تاع ماما ما كوزين كانت جيل عندنا قاتلها ايدي للبغرير نو كدرنا لها البغرير دارتو ماما كيما شفت وشاركت معاكم الوصفة من قبل تاع البغرير بغرير هاد بزاف غابيد وسهل ما تطولوش بزاف فيه اللي حبت تشوف الوصفة تشوف هادك الفيديو بلوتو في هزوش كيلة ساعة غير موايا معا كيلة تاع فارينا قريصة تاع الملح تاني الخميرة والليفور والماء بيانسور وهنا يليع سلاح نحبو نطيبوها ما نحبوش ناكلو البغرير بالعسل تاع برا يجي يتقال ماما تدير السكر تخلي حتى يدوب كامل ابخي باش تضيفلو الماء وتخليه يغلي فلافين كامل تزيدلو القطيرات تاع مزهر معا شوية تاع الماقارين ولا زبدة كي اللي يحبو ياكلوه بزيت الزيتون بالسكر كيكون هاكدك سخون كل واحد وكيفاش يحب ياكلو هنايا السكر راهو يدوب بيانسور تقعدو تخلطو فيها هاكدايا حتى يدوب كامل باش تضيفو هادك الماء وتخليوه يغلي شوفو هناك تضيفو الماء كيفاش يدل هادك السكر ابخي عاود ديدوبا يعني كيتشوفو هاكدايا متتقلقوش كيما كامل سيلا مام شوز دير ثاني هاكدايا ابخي تعاود تنتلق والنار هنايا النار نقصو عليه النار ونخليوه يكملي يغلي ونتخلطو له البغرير تاع الناره خمر دونك شوفو الى لقيتوه تقيل بزاف زيدولو شوية تعلمه هاكدا باش الحبه تحكون متجيكمش خشينا بزاف والبغرير لازم يعني ينتقب يعني كي ينتقب هادك هو البغرير الناجح الى ما نتقبلكم شو البغرير ما عندها ما راهوش ناجح والبغرير بينسوق يطيب على جهة واحدة ماشي على الجهتين كيما لك خب بس كيما لو نتحكي لنا حكاية الزمان كانوا يعرفوا ناس يطيبوا البغرير على زود جوايا ميدوكا بينسوق اراهو اللي غزة راهو مع مرين في تليفزيون في اليوتيوب يعني اللي ما تعرفش واللي تعرف وهو بلي كهنا البغرير ديالنا اراهو يطيب يعني غابيد ما تطوروش بزاف فيه قلتلكم بلي هاد الوصفة بزاف سهلة ودوكا بلبغا حاجة سهلة مشي كما بكري صفه في الكسف كلاسيتو كنا واحد الوقت نديروه بهذاك الطريقة دوكا حاجة تاعتمتم يوجد سويعة وانتيكليته وعلى بلنا بلي ديالاري بزاف يحبوا البغرير يعني يحبوا العجين ان جينيغال شوفتو سوفتو البغرير بزاف اللي يحبوه بعسيله بسكر بزبدة كل واحد وكيفاش يأكلو وعلى كما راكم توفو فيه هنا ياراهو ينتقبله الله بيانسوه كتنحيوه طيبه وتنحيوه ديرولو شوية تعلى مارغارين تحبو ديرولو مارغارين هاكدا ديراك المون بالفرشيطة ترفدو مورسو تعلى مارغارين ولا دوبو شوية مارغارين وتضيفوها من الفوق بالبنسو باش ما يلسق لكمش حبه معا اختها هادي هي العسيله هنيا راهي وجدد ضفت لها قطيرة تعمى زهار معا شوية مغير فهقة كتاب مارغارين وراهي وجدد وهنيا رانا نحطوه في البغرير ديالنا باش نعسله كيما راكم نشوفوا راهو باين باللي راهو خفيف واحد ما يحب البغرير يكون تقيل يكون خفيف كيما نقولو احنا ينجاز بالخف افوالا شاهدكم في الجنة ان شاء الله هالبنات ان شاء الله هيكون عجبكم الفيديو يكونوا عجبوكم لي بواتي شاركتهم معاكم مبقى لي غير نقولكم تهالله في روحكم وبقاوا على اخر و الى فيديو اخر باي باي اشتركوا في القناة